يعتبر مركز الدعوة الإسلامية أحد أهم المراكز الدعوية التي تقوم على منهج أهل السنة والجماعة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل وتوعية الناس وتعليمهم الإسلام والسنن النبوية بالمحبة والعلم والسلوك ومن هذا الاتجاه السامي يقوم المركز بإرسال الدعاة والمبلغين للإسلام في رحلات دعوية حول العالم لتوجيه وإصلاح الفرد والمجتمع وبفضل الله تعالى تم عقد اجتماع نسبوعين في مدينة أسلوب النرويج ضمن الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا واجتمل الاجتماع على بعض الأعمال الدعوية بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول وتخلى له محاضرة دعوية بمناسبة المولد النبوي الشريف ثم أعقبه إنشاد بعض المدائح النبوية لسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم واختتم الاجتماع بترغيب الحاضرين بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مثل هذه الأيام خاصة وفي كل الأحوال كما تم تحفيز الحاضرين على اتباع منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وإحياء سننه الشريفة قولا وفعلا ودعوتهم إلى السفر في سبيل الله تعالى من أجل نشر الدين والإسلام في كل مكان ترجمة نانسي قنقر